هدوء حذر، هذا ما تشهده محاور القتال جنوبية العاصمة الليبية طرابلس وسط ترقب جولة جديدة من المواجهات بين قوات عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق وقوات شرق ليبيا التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر المتحدث الرسمي باسم عملية بركان الغضب محمد قانونو قال إن الساعات الماضية شهدت تقدماً لقواته مؤكداً أن قوات حفتر أصبحت تراهن على الضربات الجوية لفتح مسارات انسحاب قواتها المحاصرة داخل طرابلس في المقابل اعترف أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر بتمكن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق من قصف مواقع لقواته في مدينة غريان ثلاث مرات ما أدى إلى مقتل 28 من صفوف قوات حفتر وإصابة 92 آخرين المواجهات المستمرة جنوب العاصمة الليبية تلقي بمزيد من الضلال القاتم على الوضع الإنساني وتؤثر مباشرة على المدنيين العالقين داخل مناطق الاشتباك كما يتضرر منها جميع الليبيين اقتصادياً وأمنياً منظمة الصحة العالمية أكدت أن القصف العنيف والمعارك في طرابلس خلال الأيام الستة الماضية أسفر عن مقتل نحو 60 شخصاً وإصابة أكثر من 250 آخرين بينما تؤكد وزارة الصحة الليبية أن الحصيلة مرشحة للارتفاع لوجود حالات حرجة واستمرار القتال وعلى صعيد عمليات النزوح تشير بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى تضعف إعداد النازحين من جنوب طرابلس لتصل إلى أكثر من 2800 شخص فيما تؤكد مصادر طبية ليبية أن أحياء كاملة في جنوب طرابلس أصبحت خالية من سكانها بعد تحولها إلى مسرح للمعارك والقصف ما يعزز البلاغات التي وصلت بوجود كثير من الجثث تحت أنقاض المنازل لا سيما وأن قوات حفتر لم تستجب لمطالب البعثة الأممية بوقف إطلاق النار وبدء هدنة إنسانية لمدة ثلاث ساعات لتمكين العالقين من الخروج من مناطق القتال فيما تعيش عائلات أخرى أوضاعاً مزرية خاصة تلك التي احترقت منازلها وتدمرت أملاكها واستصمت دولي لا يخرج عن إطار الدعوات الخجولة للتهديئة والإعراب عن القلق وهما يفسح المجال لمزيد من الدمار والتشرذم في البلاد التي تمزقها الحرب منذ سنوات